بيان من نادي بيرامدز وانا بحيي نادي بيرامدز الحية على قبلهم بصدر رحب جدا هذا الامر بل كمان قالوا ان ده حاجة جميلة هقول لكم جزء من البيان دلوقتي وكمان ايهاب جلال عمل بيان نشره من خلال طبعا نادي بيرامدز بالنسبة البيان نادي بيرامدز قال في البيان اتوجه مجلس ادارة نادي بيرامدز والرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد وكل اسرة العاملين بالنادي بخالص التهنئة لكابتن ايهاب جلال المدير الفني الفريق الاول بالنادي بعد اختياره من اتحاد الكرة المصري ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة ويعبر نادي بيرامدز عن تقديره الكامل للمدير الفني موضحا انه اختيار صادف اهله وبالفعل ايهاب جلال يستحق ذلك المنصب لما يمتلكه من فكر وعوامل شخصية ومتوقع له النجاح الكامل مع المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة ويؤكد النادي انه على الرغم من صعوبة ظروف المنافسة الحالية للفريق على كل البطولات وارتباط بيرامدز بمواجهات قوية على المستوى المحلي والقاري والبداية بمواجهتين مازينبي في الدور ربع النهائي من بطول الكاس الكونفدرالية الافريقية والمحدد لها 17 و24 ابريل الجاري وكذا مواجهات الدوري والكاس خاصة وان النادي ينافس على جميع الالقاب مما شكل صعوبة في التخلي عن خدمات المدير الفني في ذلك التوقيت عن رغم من كل تلك الارتباطات القوية وهذا التوقيت الحرج الا ان بيرامدز وإدارته لا يمكنهم مطلقا التأخر عن تلبية نداء مصر وتغليب المصلحة الوطنية ووفق النادي فورا على انتقال المدير الفني لقيادة المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة دون اي شروط ومتمين لها التوفيق وجهاز المعاون في تحقيق احلام المصريين ده طبعا فيما يتعلق بالبيان الخاص بنادي بيرامدز ترجمة نانسي قنقر